انت حكمت كم سنة كمتين جمال انا من سنة تمانين واعتزلت 2002 يعني 22 سنة 22 سنة وانت بتحكم في الاتحاد المصر كوية القدم كده انا اترك تصريح كده قريته وتوقفت عنه شوية وقالوا لك وانت كتبت فيه قلت ايه انا هقدم استقالتي لاني انا ما بحبش المجملات او بمعنى صح الاتحاد هيفرض عليكم مجملات ايه ايه كان ايه مغزل تصريحة بوسك بمساهب دون دخول في ايه تفاصيل مفيش اتحاد كرة قدم مصري موجود عشان بس ما بقاش كلام موجه لحد الا ما بيحاول يدخل في شور الحكام شور الحكام في مصر بالذات يعني بوس اللهم إلا القلة القليلة من الناس بيدخل بيتدخل في يعني انا مثلا عينت حكم لنادي وانا كنت من الناس اللي بعلن المباراة بدري ويجي النادي يعترض عليه فيكلم مثلا حد في الاتحاد فييجي يقولك هكا بتنحمش عايزين ده وشباك تشتري دماغك تشتري دماغك ما تغيره حاجة ازا كده طب انت كنت بتعمل ايه بعد محالس استلاقا بتصمم على انا استقلت يتبقى دايما معي اه يا جماعة ده شغلي يعني ممكن هل اعضاء مجلس ادارة ممكن يدخله فيه اه ممكن ممكن اه طبعا ويجيبوا الحكم اللي هو اللي هم عايزينه مش يجيبوا اللي هم عايزينه يعني هم مش المقصود بيه انه هم يجملوا نادي هم مش عايزين مشاكل مع ايو ما سيكون حكم يعني زي مثلا الفترة دي او مفروض بصفة عامة الحكم في المباريات اللي هي المربع الزهبي او المنافسة على الدور العام او المنافسة على دخول المربع الزهبي او الاربعة اللي هم تحت اللي هم بنفسه على الهبوط المفروض اللي يحكم مباريات دي مين مش مفروض حكم دولي حكم المناسب لا مش شرط يا كده مش شرط لا لا مش شرط يعني ما تجيب لي حكم حكم للنادي الاهلي مثلا مرة وتيجي تحطوله في ملايات مهمة تزوقه بمباراة ولا دي بتيجي بالصدفة لا هي الفكرة مش كده هي الفكرة أنه المسؤولين عن التحكيم مش هم هم اللي موجودين على طول ومش هم هم اللي عندهم التاريخ اللي يمكن الإعلام والأندية بتهتم أكتر بدا وبيع عندها التفاصيل دي هي الفكرة أنه كل واحد موجود دلوقتي بيبقى عنده أدواته الأدوات اللي موجودة معها بيشغلها حسب رؤيته هو ممكن رؤيته دي بقى صحيحة وممكن تبغير صحيحة ورؤيته في التعيين لكن هي الفكرة فكرة الحكم الدولي دي أنا برغم أن أنا حكم دولي وعادت عشر سين حكم دولي لكن أنا وأنا مسؤول أنا كنت بدي فرص لحكام درجة أولى أكتر من حكام الدوليين بس أنت شايف فيهم أكيد طبعا وانت اللي بتختارهم اللي هي إيه أنا شايف ده إزاي أنا بدير ده إزاي حسب إمكانياتي أنا نفسي أنا كمسؤول لي إمكانيات وكل مسؤول لي إمكانيات أكيد ولو ما أنت لما بتحكم غير ما حد تاني هو اللي هيحكم على الحكم ده أي يعني أنا إيه عايز أقول لك النقطة دي ما بتفرقش كتير بالنسبة لي يعني أنت وإنت حكم شخصيتك ما بتتغيرش بتفضل معاك لغاية لا أنا مقصد شي لما بتيجي تعين حكم للمرامعي أنا أنت بتقرأ المباراة دي فبتحط الحكم المناسب للمباراة أكيد لما أنت بتحطه غير ما ييجي واحد مجلس دار روك لا شيله بفلره حكم ما هذا اللي أنا قلت عليهم شوية ما ينفعش ما ينفعش لا يمكن بأي حال محال قبول هذا الكلام أنا أرتضيت أن أنا أكون مسؤول عن التحكيم أنا اللي حتحاسب ما حادش حتحاسب أكيد أكيد فبالتالي أنا لازم أحاسب على أن أنا ما أعملش حاجة بناء على تعليمات من حد أو بناء على رؤية حد لا ممكن تجي لك نصيحة من زميلك من أعضاء اللجنة ودي بتحصل كتير أحيانا أنا متمسك بحكم وأعضاء اللجنة بتاخد رأيي بقى بيالفتوا نظري الحاجة فممكن نتراجع عنها بس داخليا بيننا قبل ما تعلن أنا حكم أعلن استحال أغيره حالص حتى لو أنا كنت غلطة